اشتركوا في القناة واعلنت القائمة في وقت لاحق عن سحب ترشيح المحامي عبدالله خوري والذي كان مرشحا في المكان التاسع في قائمتها واتفقت مركبات القائمة المشتركة الثلاثة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير فجر الخميس على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن القائمة المشتركة بعد انشقاق القائمة المؤحدة عنها ووقع ممثل المركبات الثلاثة على اتفاق خوض الانتخابات بشكل مشترك تحت اسم القائمة المشتركة التي ستحمل قائمتها احرف واوضاد عين ميم وبحسب الاتفاق الذي وقع في مقر القائمة المشتركة في شفا عمر فان الجبهة ستحصل في المقاعد العشرة الاولى على اربعة مقاعد والتجمع على ثلاثة مقاعد والعربية للتغيير على ثلاثة مقاعد اخر النزاع السياسي افضل انشقاق القائمة العربية الموحدة عن القائمة المشتركة التي اعلنت في ساعة متأخرة من ليلة الاربعاء انها ستخوض الانتخابات بمركباتها الثلاثة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير علما انه منذ الاسبوع الماضي اعلنت الاطراف ان المفاوضات لم تفلح بالتغلب على الخلافات السياسية لم يكن هناك انقسام هناك انشقاق لقائمة او لجزء او مركب من القائمة المشتركة القائمة المشتركة مستمرة والانشقاق كان بسبب نهش غريب عجيب عن مجتمعنا ولذلك القائمة المشتركة مستمرة وفق نهجها وبرنامجها السياسي الذي تم الاتفاق عليه اربع مرات متكررة سنحصد ما فوق العشر مقاعد بالثلاث مركبات وبالقائمة المشتركة وستستمر هذه القائمة المشتركة لتكون عنوان لكل شرفاء شعبنا ولكل أبناء شعبنا بغض النظر عن انتمائهم الطائفي والعرقي لأنها فعلا قائمة تمثل كل أطياف شعبنا برغم من أن أغلب استطلاعات الرأي ليست لصالح القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس إلا أنها تصر على شرطها بأن تتبنى المشتركة نهج المناورة السياسية على حد قول قيادة الموحدة الأمر الذي كان أحد النقاط الخلافية التي أدت لانشقاقها نحن خرجنا اليوم في طريق جديد القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية قدمت قائمة من الطراز الثكيل يعني شخصيات وازنة اجتماعية سياسية المجتمع كله يعرفها الاستطلاعات تبشر بخير وهو أننا حاولنا حتى اللحظة الأخيرة على الإبقاء على القائمة المشتركة وعدم تفكيكها للأسف الشديد الزملاء على رئيسهم في الجبهة يعني أصروا أن لا يعني يلتزموا بما يعني أراد من المجتمع كوائم عربية تأتي هذه القرارات وسط إحباط يعصف بالمجتمع العربي نتيجة جرائم العنف المتوالية رئيس لزنة المتابعة محمد بركي والذي قاد إحدى مبادرة التوصل للاتفاق كان قد سرح في مدينة طمرة عقب الليلة الدامية قبل أيام أن هذه هي أكثر الفترات إلحاحا لنيل الوحدة كل ليلاتنا معسكر واحد في مواجهة المعسكر الآخر الذي هو الإجرام ذو الرأسين الجريمة المنظمة وجريمة المؤسسة والسلطة إذا إحنا بحط هذه المعادلة صح أنا أقول إحنا نستطيع أن ننجح أما إذا بصير في ملامح للشد العكس في داخلنا واحد بشدهيك واحد بشدهيك يمكن ما نكونش بالتفقيل على كل الخطوات أما لكن لما تقر الخطوة يجب أن نكون كلنا ملتزمين فيها لطالما كانت الوحدة بين الأحزاب العربية مطلب شعبي وتفخرت بذلك الجماهير العربية واعتبرته إنجازا حيث حصلت المشتركة بمركباتها الأربعة في الانتخابات الأخيرة على خمسة عشر مقعدا إلا أن الخلافات السياسية هذه المرة على ما يبدو قد تتغلب على هذا المطلب الشعبي مع اقتراب آذار وموعد الانتخابات المقرر عقده الشهر القادم يغلق باب الترشيحات في اللجنة المركزية لانتخابات الكنيسة لجميع القوائم الحزبية العربية واليهودية على اختلافها حيث تم تشكيل القوائم التي ستخض الانتخابات مع تخطيط لعودة نيتنياهو مرة أخرى كرئيس للحكومة نكون أكثر صراحين ونحكي من العقل بس بش نحكي من القلب يمكن كعرب احنا بنكره نيتنياهو لأنه يميني لأنه عنصر لأنه يطبع لحزب الليكود لأنه كان عنده تحريضات على العرب يعني صلنا وتنياهو عشر سنين معملنا شاشي شو بدي عملنا بظل لك من شهر إيش بدي يساوي خليه كافي حشي جريمي خليه يعطي وسط العربي كلياته يتوسع ويبني بيوت مش هدم بيوت عملين نشوف بآخر فترة بآخر فترة عشر سنين بهدم بيوت جراء من قتل سرقات نهب اختلاسات ما فيش ايشي فيش تغير عن شيلي شيلي بالمرة بتاتا فيش ايشي يعني ليه حيالي من تنادي انشقت القائمة الموحدة عن القائمة المشتركة بعد بروز خلافات بينها وبين الجبهة لتتشكل المشترك بمركباتها الثلاث وتأتي هذه الانتخابات في ظل تفشي العنف والجريمة التي يشهدها المجتمع العربي وسط غضب يعيشه المواطنين العربة في البلاد عمال يعني كثير بحب بدي نجرب يجيب العرب لقيله يعني يصوتوله بس هو يعني بس انه عشان دعاية انتخابية مش اكثر واحنا مش لازم يعني نصوت له شيلي يعني انا معني يعني اصوت بس انه يكون الاشي يعني مفهوم يكون الاشي يعني العرب برضو يرجع مع بعض مبنفعش هيك كل واحد راح عطرف هو مضر للعرب مش مفيد للعرب نتنياهو ولا بعمره من ما بلش بالحكومة صلوه ما يقارب الثلاثين سنة بيخدم نفسه بنفسه بس وبيته وعيلته واللي حواليه يسعى نتنياهو للحصول على صوت الناخب العربي في انتخابات يبدو ان نتائجها لن تكون حاسمة فيما تصب القوائم العربية للحصول على ثقة الناخب ايضا بعد الانقسام وانشقاق الموحدة عنهم اظهر استطلاع للرأي نشرته وسائل اعلام اسرائيلية تعادل رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو مع المعسكر المعارض له بعد تجاوز تحالف الصهيونية الدينية والفاشية برئاسة بيتسلايل سموتريتش نسبة الحسم ووفق الاستطلاع سيحصل حزب الليكود على تسعة وعشرين مقعدا وحزب يش عتيد على سبعة عشر مقعدا كما وسيحصل حزب أمل جديد على أربعة عشر مقعدا وسيحصل حزب يمين برئاسة نفتالي بينت على أحد عشر مقعدا والقائمة المشتركة على أحد عشر مقعدا وبحسب استطلاع الرأي سيحصل كل من حزب اسرائيل بيتينو وشاس على ثمانية مقاعد وحزب يهدوط هاتورا على سبعة مقاعد وسيحصل حزب العمل على ستة مقاعد وسيحصل كل من حزب ميريتس وتحالف الصهيونية الدينية على خمسة مقاعد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانين إصابة جديدة بفيروس كورونا واربعة وثلاثين حالة وفاء خلال أربعة وعشرين ساعة في الوقت الذي يستمر فيه تسجيل المزيد من الإصابات الخطيرة وبحسب بيانات الوزارة وصل عدد الإصابات في المستشفيات إلى ألف وسبعمائة وثمانية وستين بينهم ألف ومائة وثلاثة بحالة خطيرة وثلاثمائة وخمسة عشر تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي ووفق معطيات الوزارة فقد تم تطعيم ثلاثة ملايين فارزة ثلاثة باللقاح المضاد لفيروس كورونا بينهم مليون فارزة تسعة حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية فيما أعلنت عن السماح لمن بلغت أعمارهم فوق ستة عشر عاماً بالحصول على التطعيم أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد الأولاد والأطفال الذين أوصيبوا بفيروس كورونا ارتفع إلى خمسة عشر مرة حيث وصل إلى أكثر من خمسة آلاف وثمانمائة إصابة في الآونة الأخيرة على الرغم من فرض الحكومة الإسرائيلية الإغلاق وتعطيل المدارس وقال رئيس رابطة طباء الأطفال بروفيسور تساحي جروسمان إن انتشار التفارات الجديدة من فيروس كورونا وبينها البريطانية هي السبب في الانتشار الواسع لهذه الموجة بين الأعمار المبكرة والأولاد وأشار جروسمان إلى أن هناك تخوفات من أن تكون التفارات أشد فتكا من الفيروس الأصلي قائلا إن ذلك يعني أن العدوى لا تتناقل بين الأولاد فقط إنما يتسبب بارتفاع نسبة الوفيات بدأ العام الحالي في ظل الإغلاق الثالث لتوصي وزارة الصحة في هذه الظروف بالتجهيز لرفع القيود تدريجيا بعد فرض الإغلاق الذي بدأ منذ قرابة شهر والعودة لنظام تصنيف المناطق حمراء وخضراء بحسب وضعها الوبائي واللي واضح لإلنا كلياتنا إنه فيش برنامج واضح للعودي وحب أقولي من نسبة للحجر وما يلقى بالحجر أنا مقدر أقولك بكل ثقة إنه فعليا لم يكن أي حجر غاد وفعليا ما كان ولا مرة فيه برنامج واضح تدريجي وأنا حصى برأيي إنه الناس والأشخاص كل واحد يأخذ على حاله مسؤوليته الشخصية لأنه إحنا في مواجهة طويلة بدأ نفس كبير وعلى الأغلب إنه القرارات اللي عم تتاخذ هي ما بتتاخذ قرارات طبية بحثة وهذا الإشي بشكل نزول بالمستوى الطبي والتعامل مع هذا الوباء تعمل الحكومة منذ أيام على تمديد أيام الإغلاق إلى الأسبوع المقبل فيما ينوي رئيس الحكومة نيتنياهو في فك القيود عن الجهاز التعليمي بشكل محدود حيث يقضي القرار بعودة رياض الأطفال حتى الصفوف الرابعة بالإضافة لصفوف الحوادي عشر والثواني عشر وتأتي هذه التخبطات بالتزامن مع اقتراب فترة الانتخابات ومع هذا عم نحكي عن خروج من الإغلاق وعم نحكي كمان عن طفرة بريطانية اللي عم بتكون موجودة بناتنا وشوي شوي عم بتكون مبارح كان في إعلان من وزارة الصحة أنه نحن نحكي عن 25% من المجتمع العربي مصاب بهذه الطفرة وواضح أنه هاي البداية تبعي الطفرة الموجودة بناتنا وواضح أن الخروج من الإغلاق لازم يكون كتير حذر عشان ما تتفشى هاي العدوى بناتنا أو عمليا الطفرة هاي تكون أكتر في المجتمع العرب لأنه كمان ممكن تكون موجودة جدا قاسية علينا إحنا كعرب بسبب الظروف اللي إحنا منعيش فيها من اقتضاضات في القرى وفي المدن اللي ساكنين فيها بالأساس في منطقة الشمال وأيضا في منطقة الجنوب وجزء منهن بالمركز تتزامن تخبطات الحكومة مع فترة يعاني المجتمع العربي فيها من ضائقة اقتصادية واجتماعية ويأتي ذلك أيضا مع تفش الطفرة البريطانية حيث وصلت نسبة العرب المصابين بها 25% اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة شبان خلال حملة اعتقالات شنتها في مدينة تمرى بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد جرائم الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام بعد تشيع جثمان المرحوم أحمد حجازي الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية وادعت الشرطة أن الشبان ألقوا الحجارة على عناصرها خلال قمعها للاحتجاجات وسط استياء شعبي على أداء الشرطة التي تعمل على ملاحقة المحتجين على الجريمة عوضا عن ملاحقة المجرمين وأقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تنظيم مظاهرة شعبية قطرية حاشدة يوم السبت عند الساعة الثالثة والنصف في مدينة تمرى بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أسبوعية في أكثر من عشرة مواقع ضد الجريمة وتفاقم أعمال العنف مع دعوة لجنة المتابعة لمظاهرة قطرية في طمرة تنديدا بتواطئ السلطات مع استفحال الجريمة في المجتمع العربي عقدت بلدية رهط جلسة طارئة بحضور قائد شرطة المدينة الكولونيل عاموس دامري ورئيس قسم التحقيق في المحطة بغية التباحث في كيفية اجتثاث ظاهرة إطلاق النار خاصة في نهاية الأسبوع والتي تقض مضاجع الأهل وخاصة الأطفال من بينهم طبعا هذا الموضوع أخي يصري يقع على كاهل الجميع ليس فقط على الشرطة وإنما أيضا علينا كسلطة محلية وأيضا على المواطنين يجب علينا حقيقة أن نأخذ مسؤولية جماعية على موضوع العنف المستشري في الوسط العربي بشكل عام وأيضا قضية إطلاق الرصاص الأخيرة في رهط بشكل خاص يجب علينا أن نقوم بواجبنا مع الشرطة ومع المواطن ومع السلطة المحلية وخلال الجلسة الطارئة كشف قائد شرطة رهط أنه تم في شهر يناير كانون الثاني الماضي تسجيل نحو حادثة إطلاق نار واحدة في كل يوم في حين تم تسجيل 500 حادثة إطلاق نار العام الماضي وأنه في الأشهر الأربعة الأخيرة ضبطت الشرطة 35 قطعة سلاح في المدينة وتم تقديم لوائح اتهام فيها في الآون الأخيرة إطلاق النار في مدينة تراهط وفي القرى العربية المختلفة أثر علينا جميعا وكان فيه إجرام وقتل أنفس بلا ذنب زد على ذلك فإن إطلاق النار في ساعات الليلة المتأخرة يقوم من الأولاد الصغار والأباء والأمهات بالقفز من نومهم خوفا على أولادهم الصغار أولا العنف الذي بدأ في رهط في الفترة الأخيرة وبوتيرة عالية جدا هو طبعا نتيجة صراعات في هذه المدينة أنا أريد أن أقول بوضوح إن كل من تم إطلاق النار علي أو على حيه يعرف لمن يوجه أصبع الاتهام ممثل الجمهور الرهطوي تناولوا خلال مداخلاتهم قضية دخيلة على المجتمع بدوي في النقاب هي الجريمة المنظمة والابتزاز والخاوى وكذلك تأجير مسلحين للقيام بجرائم إطلاق نار وترهيب وأكدوا أن باستطاعة الشرطة أن تصل لكل من يطلق النار خلال مدة أقصاها 24 ساعة لو أرادت ذلك شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على استمرار صمود الشعب الفلسطيني وقيادته في وجه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية الرامية إلى فرض الأمر الواقع الاحتلالي في منطقة الأغوار الفلسطينية وبالذات الهجم الإسرائيلية على الأغوار الشمالية معبرا عن بالغ الغضب من استمرار هذا العدوان جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع المواطنين المعتصمين في قرية حمص الفوقة في الأغوار الشمالية الذين تحاصرهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتصامهم في أرضهم التي تريد سلطات الاحتلال تهجيرهم منها بالقوة ووجه الرئيس الفلسطيني رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف بضرورة الاستمرار في الصمود والدفاع عن الأرض والحقوق الفلسطينية ومقاومة الاستيطان الاستعمار الإسرائيلي مهما كان الثمن مشددا على حق الشعب في أرضه ووطنه استنادا إلى الشرعية الدولية التي تكفى للحق في مقاومة الاستعمار والاحتلال وتفقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه وعدد من المسؤولين والوزراء ورؤساء بعاثات الدول الاتحاد الأوروبي الضمار الذي خلفته جرفات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حمصة البقعة بالأغوار الشمالية وتأتي الجولة بعد تعرض 40 منشأة للعائلات الفلسطينية بهدف تشريد السكاني والاستيلاء على الأراضي يشار إلى أن السلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت وجرفت تجمع سكان حمصة الفقعة في الأغوار الشمالية للمرة الثانية خلال 48 الساعة وللمرة الثالثة في أقل من ثلاثة أشهر بهدف تشريد وترحيل المواطنين الفلسطينيين عن أرضهم وممتلكاتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر